اشتركوا في القناة والجهات واللي كانت احيانا كثيفة بالشمال وبالمناطق الغربية الجانب الحركي واللي طالب منها نصيب مليقظة باعتبار نشاط الرياح الغربية بالمناطق السحلية وان سرعتها وصلت للمستوى الـ 50 كم في الساعة وانتوقع باش تتواصل المؤشرات الجوية على نفس الوتيرة بالنسبة للليلة تقسيمين الى البرودة بالمرتفعات درجة الحرارة تكون من درجتين الى ستة وارقام من المتوقع باش تكون اكثر ببقية الجهات ممكن تتروح من بين 7 ل 11 درجة وظهر جوية تطلب منها نصيب مليقظة اخر الليل هو ظهور ظباب محليا كثيف بالمنخفضات المناطق المجاورة لسدود والاودية وايضا قرب سواحل يوم الغد ان شاء الله بعد تقسع ضباب اللي بشميز الوضع الجوي مع انطلاقة النهار نتوقع ظهور سحب عبره باغلب الجهات ودرجات الحرارة اللي مش تتواصل في نفس النساق يوم الغد نتوقع الحرارة قصوى تكون في مستوى 18 بتونسك كوبرا 17 بنابل 16 بقليبيا ببنزرت و 17 درجة بزغوان بمناتق شمال غربي من المتوقع بشتوصل ل 17 بتبرقث منتاش بباجة 17 بجندوبة بسليانة وبالكف بمناتق الوساط تكون في حدود 16 بتالة تسعد إلى مستوى العشرين بالقيروان بجهة الساحل بسوسة بالمنستير وبالمهدية 19 درجة بسفيقس وبقرقنا 19 19 بسيدي بوزيت بالنسبة للقاسرية 17 وبمناتق الجنوب الغربي نتوقع التسجيل لعشرين بقفصة 22 بتوزر بيقبل لتصل حرار قصوى إلى مستوى الـ 21 نتوقع التسجيل العشرين بقابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة 20-19 بمدنين 20 بتطاوين وتسعتاش برمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحل شمالية منطقة تيسيرات وخليج تونس تريح تكون في غلبها من قطاع الغربي جنوبية غربية فشمالية غربية سرعة من عشر لعشر عقدة البحري تكون متموش في قليل الاثراب بالسوحل الشرقية البلاد بالنسبة لخليج الحمامات وصولا لخليج جابس سريح تكون شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية بعد الظهر سرعتها من 15 إلى 20 عقدة سباحا ومن ثم بيشتراجع إلى مستوى عشر 15 عقدة والبحري يكون متموش في قليل الاثراب كالعادة مدوكم فكرة حول حال تقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية وكشت سماء سافية 18 بالمغرب الأقصى وأيضا بالجزائر 17 بترابلوس بالخرطوم تصل حرار قصوى المستوى الى 34 بالقاهرة صحب عبرى 20 بالبقاء المقدسة نتوقع 27 بالمدينة منورة 31 بمكة المكرمة 24 بالدوحة سماء سافية بمسقط بأبوذبي 16-21 بالكويت تقص مغيم ببغداد 18 سماء سافية بدمشق 15 مستاش ببيروت 21 درجة بالقدس الشريف مع نزول أمتار صحب كثيفة بإستنبول والحرار قصوى لا تتعدى 7 درجات وبأوروبا نتوقع ظهور بعض الصحب برومة تسعى بفيانا ببرلين أمتار ببركسل كثيفة صحب بجونيف وببريس 14 بمرسيليا وبمدريد وبلاشبونة صحب عبر تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة مبدئيا مازلنا معنين بالأجواء المستقرة يوم الأحد ظهور بعض الصحب بأغلب مناطق البلاد استقرار أيضا في درجات الحرارة القصوى التي تكون تقريبا من بين 16-22 درجة بأغلب الجهات باستثناء المرتفعات تكون في حدود 13 الرياح تكون في غلابها من قطاع الغربي ضعيفة لمعتادلة وتتقاوى فعاليتها نسبيا بعد ظهر بالسواحل الشرقية والبحر يكون قليل الثلاف مضترب بالسواحل الشرقية انتلاقة الأسبوع القادم تحمل في طايتها مجموعة من التغييرات مقارنة بسحو الأجواء قاعدين يعيشوا فيه مواشرات نزول الأمتار بعد ظهر بالشمال وإيضا بالوسط الرياح الغربية تتقاوى فعاليتها بالمناطق الساحلية البحر يكون مضترب إلى شديدة للتراب بالشمال تراجع مرتقب في درجة الحرارة بالشمال وبالوسط وتواصل نسبيا في نفس المستويات بمناطق الجنوب أوقات الشرق والغروب اليوم الغد الشرق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة و 14 دقيقة وغروبه في الساعة الخامسة و 53 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات ذكركم بقنوات الأتصال الخاصة بالمهد الوطني لرسة الجوي تتصلوا برقم الموزع صوتي 884040 زوروا موقع الويب تبعثوا إرسالية قصيرة وأيضا تتفعلوا معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهد أوقات الصلاة اليوم الغد سالة صبح بداية من الخمسة و 46 دقيقة ظهر متصف نهار و 40 دقيقة العسر في الساعة و 29 دقيقة سالة المغرب في الساعة السادسة إلا خمس دقائق وصالة العيشة بين الله في الساعة و 21 دقيقة شكرا على حسن متابعة والاهتمام إلى اللقاء